التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تصدر محكمة العدل الدولية قرارها اليوم بشأن إمكان فرض إجراءة طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه التدابير المؤقتة من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الإبادة الجماعية وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها اليوم في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرانيتش نددت فرنسا بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة وشددت الخارجية الفرنسية في بيان على ضرورة حماية مواقع الأمم المتحدة والعملين في المجال الإنساني الذي يعد عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة دعاية إسرائيل إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي دعا مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم إلى وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني جاء ذلك خلال كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة التي وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها جحيمية وأضاف أدهنوم خلال كلمته أنه مؤمن بأن الحرب لا تأتي بحل بل بمزيد من الحرب والكرهية والعذاب والدمار قال مصدران لوكالة رويترز إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بينز ونظيره الإسرائيلية سيلتقيان مسؤولين قطريين في الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة هذا ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على أنباء المحادثات التي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من كشف عنها وأضافت رويترز أنه من المتوقع أن يتوجه وزير الخارجية القطرية إلى واشنطن الأسبوع المقبل بعد المحادثات المتوقعة في مطلع الأسبوع ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية ومحلية أن صواريخ أطلقت على مجمع للغاز في إقليم كردستان العراقي وقال مصدر أمني للوكالة أن صاروخي كاتيوتشا استهدف حقل كرومور الغازية في السليمانية دون وقوع خسار فيما أكد مسؤول محلية في محافظة السليمانية وقوع الهجوم مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين إقبالا جمايريا كبيرا في يومه الأول وبلغ عدد الزوار 207 414 زائرا حيث حرست الأسر المصرية على التوافد إلى المعرض من جميع محافظات الجمهورية وبكثافة عالية منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور وأوضحت وزارة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون اتثنائية على صعيد الاهتمام والزخم الجماهيري الذي يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض ورياضيا يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب القونغو الديمقراطية في العشرة من مساء الأحد المقبل ضمن مباريات دورة 16 لكأس الأمم الأفريقية بكوتفوار وشهد ألمران مشاركة 24 لعبا بينما لم يشارك إمام عشور بعد خروجه من المستشفى ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب صباح اليوم إلى مدينة سان بيدرو